مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين اليوم عملت لكم ايش عملت لكم فاتح الشهية عارفين ايش هذا هذا عشار العنبة او عشار المنجة كيف يعني عملاءهم ممكن نقول فلفل المنجة او بعضهم يسمونه اشار بعضهم اقار انتم ايش تسمونه نحن نقول له عشار عنبة وبطريقة سهلة ولذيذة جدا وما تحتاجش ايام والي حاب يفتح مشروع الله يفتح عليه ويرزقه ويوفقه جدا لذيذ وصدقوني انه اذا الاكل مش حلو بيخلي الاكل حلو تعرفوا الحاجات السبايسي كيف وخلونا نبدأ بالطريقة هنا عندي كمية كده نص كوب من التمر الهندي او الحمر بنقع بماء مغلوة خليه لما يدوب الان عندي شوفو قزر وعندي اللي هي المنجة اللي تكون قارعة او منجة غير ناضقة لسه عادة ما نضقتش شوفو كيف تكون بيضة ومتماسكة المنجة تكون طعمائش طعمائش طعمائك كده حامض على كده في بيم مش عارفة حموضة على كده التست حلو بس اكتر حاجة مايلا للحموضة وتكون متماسكة قلت لكم شوفو انا قشرة ابعد الحاجات النقط السودة اللي مرضتش تنضف معايا بالماء عشان يعني ما يكون شكله يكون شكله حلو وهنا عندي قزر قشرتو ممكن ما تعملوش قزر بس القزر يعطيها طعم حلو وابدا اقطع بذي الطريقة شوفو ممكن تقطعوهم كعبات ممكن تقطعوها اصابع طويلة زي ما تحبوه شوفو حاولو تمام يعني تقشطو المنجا حاولو كده تخرجوها تمام مش تخلوه كده رفيعة زي الشرايح لا تقشطوها تمام من الهادي عقوة ولا عقرة نحنا نسميها والله ما عدا عرفش او نواة نواة التمر قصد نواة المنجا شوفو كيف انضيفها تمام وقالتوكم التقطع زي ما تحبوه وكمان عندي شوفوه قزر القزر طبعا كمان تحبين انه يكون كتير حابين انه يكون قليل بس اني افضل انه القزر يكون اقل من المنجا يعني المنجا كميتة اكبر من القزر اكيد البعض بسألني من فين قبت المنجا المنجا دخلت محل خضار وقلت له اني اشتي بيع منجا يعني كمان هو قلت له اني اشتي منجا مش مستوية يعني تكون متماسكة عادة بيضة قلت له فهو فهم عليها وراح قابلي صندوق كده من داخل وقالي اختاري طبعا هنا اقول لكم انه هادي المنجا ما تنفعش اللي تكون طريعة اللي تكون صفرة زي كده لازم تكون بيضة نفس كده ووالله قال لي اختاري وهدي نوع المنجا قال لي احسن نوع منجا في مصر اسمها عويس عبيس مش عارف ايش اسمه بس قال لي احسن نوع منجا وهو كده صغار وقيد لذيذة هنا ما شاء الله قطعت خلاص شوفوا كملت قطعت المنجا طبعا المنجا شوفوا قطعته مكعبات وقطعته طوال اشكال الوان قطعته على اللي تقطيع وهنا القزر كمان اقطعه اصابع وقطعه مكعبات لاني بتشوفوا كيف الطريقة وهنا عندي ذا الفلفل الكبير هذا الفلفل صراحة مش حار ما يلهبش وما في بوش يعني ما يحرقش فاني اخدت منه واحد كامل فشوفوا كيف قطعته لانه يعطينك ها حلوة وطبعا عروق الفلفل او قرون الفلفل حسب ما تستحملوا انتم كل ما زودتو كل ما طلع لذيذ وكل ما نقصتو كل ما طلع كده مش حلو صراحة العشار فاني عملت الان عملت تقريبا ستة قرون فلفل الفلفل هذا ما بقولكم مش مش حار او مش حامي او ما يلهبش لا يلهب يعني حار يعتبر بس مش باللهبات داك الصغير اللي يكون تعملوا كده اربع حبات تلات حبات ويكون سبايسي الان الخضرة عندي قاهزة الان من انتقل لقدر الضغط هنا عندي تولت كوب من الزيت تمام بضيفة الان كل اللي قطعته وابدأ اشوحه التشويح كيف لما يتغير كده لونه تحسو انه تغير انتم تشوفوا المنجة رقعت تفتح او يعني تغير لونه والقذر تغير لونه على نار عالية بضيف الملح اضفت ملعقة صغيرة من الملح وكمان كده بقلبه الان بضيف ايش بضيف ملعقة صغيرة مليانة من الكاري وملعقة صغيرة من الكركم فبقولكم حاجة ممكن تضوفوا ازيد من كده تضوفوا الكاري اكتر يعني اني بعدين زوتت زوت ملعقة ونص ورشة بسيطة من الماء وممكن ما تحتاجوش ماء الان لكم حرية الاختيار اما تغطوه وتخلوه لما كده كله يستوي ويطره او انكم تضغطوه 7 دقائق الى 10 دقائق اني اضغطوه لاني احبوه طري اضغطوه 10 دقائق على بل ما ينضغط هنا عندي شوفوا الحمر او التمر الهندي ببدأ ايش ببدأ نحنا نقول نمرسه او نبدأ نهرسه او تمام اصفي بالصفاية تمام تمام يعني اطلعه لما اني نشف اطلع كل اللي فيه تمام احاول اذا حسيت انه عارض زودوه قليل ما شوفوا ما شاء الله كيف اخليه لما انخرجت منه كل حاجة هنا عندي مقلة بضفله شوية زيت وهنا عندي حبوب الخردل وكمان حبوب من الحلبة شوفوا حاجة بسيطة اذا زاد الحلبة والخردل بيقع مر يعني قبصة قبصة زي ما يقولوا يعني شوية شوية وهنا شوفوا خلاص استوى عندي المنجا والجزار كله كده دبال شوية الان ايش بسوي الحمر او التمر الهندي اللي صفيته بضيف كمية يعني نص الكمية او ربع الكمية بضيفة على التمر الهندي او الحمر ممكن ما تعملوش دلخطوة على طول تضوفه التمر الهندي هذا على طول تضوفه بالخلطة بس انا احبوه يعني يكون تقيل فاني اضيف نص الكمية وابدأ اطحنه مع الحمر كده يعطيله كده كثافة حلوة وكده تضوقه طعمه اش لديد خلاص انا على طول كل شوية وادوق الان بضيفه شوفوا على الكمية اللي خليته والان اش بعمل خلاص اقلبه مع بعض والان الخردل والحلبة اطلعه على النار بس تطلع ريحته كده بدأ قولت شش كده خلاص اطفي النار وابدأ اضيفه على العشار المنقى شوفوا كيف بدأت اضيفه هدي اعطيله طعم حلو واذا معاكم بهارات البهارات الخاصة بالعشار خلاص ما فيش داعي تحطودي الخطوة لكن اني يعني زيادة بركة وزيادة خير معي بهارات العشار اخدت من عندي الكشي فاضفت كده رشة عليها لانه فيها كمان حلبة تعطيها طعم رهيب رهيب كده تاكلوا يعني تاكلوا عشار عنباء وعشار منقى حق الهنود داك خلوها بس قليل تتسبك حاجة بسيطة واذا حسيتوا الملح ناقص زودو بس خلوها شوية وخلاص حطوها على مطيبة او زبدية او بولة خلوها تبرد شوية تدفه وبس بتقدروا تاكلوا كل ما قلست بالتلاقة كل ما طلعت احلى واحلى يعني كل تاني يوم تطلع احلى المهم تقلس اسبوع عشر ايام اهمش تاخدوا بملعقة نظيفة ولا يحصل لها حاجة تقلس بالتلاقة وصدقوني من الاد العشار اللي بتاكلوا او فاتح الشهية مع الرز مع الكبسات خصوصي مع شوفوا انا احب كتير يعقبني مع الرز بالتونة يطلع رهيب كده تعملوا كبسة الرز بالتونة وتحطوا عليه هذا العشار العنباء الله حاجة ثانية زي ما يقولوا خلاص هنا بعد ما دفع كده العشار عشار المنقى بديت اعبيه بعلب العلب هدي معقمة اعقمه بماء ساخن وبعدين امسحه بالخل ها كده تقلس العلب معقمة تماما بعد ما امسحه من الخل انا الشفاء وكمان ادهنه بزيت عشان خلاص الزيت كما زي يعني مادة حافظة يكون بعدين لازم شوفوا اذا نزل على القوانب وكده لازم تقبو منديل وتمسحه تماما عشان يعني ميتبكتارش او ينشف لا بعدين تقبو كيس وضغطوه هذا يعمل يعني خليه يحافظ ما يخربش ابدا تحطوه في التلاقي لانه دي الايام حما وخلاص والله انا عملت لي علبة لي وعلبة القارتي عندي قارة يمنية اسمي اميازن ربنا يسعدي يعني احلى قارة وبقد والله ربنا يسعدي وطباخة واكلة زي العسل ان شاء الله بنخليه تدوق وللان انا مع تطلاش العشار بس ان شاء الله بنخليه تدوق وتقول لنا رأيه وبكتب لكم رأيه بالممتدة بالعافية ليو لكم ادعى قبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الفيديو مع اصحاب الحافة